إلى ذلك نفى رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب فتح ممرات آمنة لحروجانيين ومقاتلي الجيش الحر من أحياء حلب الشرقية وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية اعتزامها فتح أربعة ممرات إنسانية وبحسب وكالة سمارت نيوز فقد أكد رئيس المجلس أن الأوضاع في حلب سيئة على كافة الأصعدة بما فيها الإغاثية والطبية مؤكدا في الوقت ذاته أن أهالي حلب لا ينتظرون معابر إنسانية روسية لأن المعابر المطلوبة سيقوم مقاتل الفصائل بفتحها وذلك على حد تعبيره معي من اسطنبول سمير نشار عضو الاتلاف الوطني السوري المعارض ورئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق مساء الخير أهلا بك معنا سيد سمير إذن بداية رئيس المجلس محلي لحلب طبعا كما ذكرنا أكد عدم فتح ممرات ونفى فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين هل من معلومات أولا عن هذا الموضوع لا نتحدث عن فتح ممرات حتى الآن أنا أعتقد هذا الموضوع حاليا سابق لأوانه لأن هناك مشاورات بين الأمم المتحدة وبين الحكومة الروسية حول الجهة التي سوف تكون مشرفة ومراقبة للممرات الإنسانية لكن دعيني أقول وهذا ما كنا نتوقعه من السيد ديمستورا أنه يفترض الأمم المتحدة السيد ستيف أولبراين هو المسؤول أو مساعد الأمم العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هو المسؤول عن هذه القضايا المتعلقة بالمدنيين وبالإغاثات وبالمساعدات كنا نتوقع من السيد ديمستورا وهو وسيل دولي ويعنى بالشأن السياسي لأن القضية السورية في جوهرها هي قضية سياسية وليست قضية إنسانية أن يطالب بتنفيذ القرار 2254 وقف القصف ورفع الحصار وليس تأمين ممرات إنسانية لخروج سكان مدينة حلب هذا المطلوب إلى أين يخرجون وكان واضحا منذ وقت طويل إن كان من المعارضة العسكرية على الأرض أو السياسية ولكن ما حصل ماذا يعني؟ ما الذي تسعى إليه روسيا اليوم من خلال إعلان فتح ممرات إنسانية بالرغم من أنه المجلس المحلي بحلب نفع هذا الموضوع حصار مدينة حلب لا شك سوف يترك تداعيات تسير الرأي العام واليوم قبل قليل سمعنا تصريح لوزير خارجي الأمريكي يخشى من أن الروس يقومون بلعبة قزرة أو دنيئة في مدينة حلب مدينة حلب مئات الآلاف لا يمكن أن يحاصروا إلى ما لا نهاية وهناك أيضا عشرات الآلاف من المقاتلين المتواجدين في مدينة حلب وهم من مدينة حلب الغاية والهدف كما أعتقد والجميع يعلم ربما أن هناك محادثات وتوافقات أمريكية روسية تهيئ لجولة جديدة من المحادثات توفق الروس والأمريكان على حصار مدينة حلب لأضعاف وتحجيم موقع المعارضة السورية الممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات نتيجة إصرارها على مطلب تنحي بشار الأسد عن السلطة في بداية أي مرحلة انتقالية بعد هذا الحصار سوف تكون فعلا المعارضة في موقع أضعاف يراد منها الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات وهي ضمن هذه الشروط التي أخلت بموازين القوى العسكرية على الأرض لمصلحة النظام السوري لنذهب إلى حل سياسي يبقي بشار الأسد في السلطة وهذا ما أعتقده هو التحدي الكبير في المرحلة القادمة وليس قضية حصار حلب إلا مرحلة مؤقتة كما أعتقد ديمستورا أن يعرض الإشراف على الممرات الإنسانية على ماذا يدول هذا الموضوع فيما يتعلق بالجانب الروسي بأنه عدم الثقة في هذا الطرف موجودة دائما أنا أعتقد أنه هناك ضغوط سوف تبدأ بالتشكل ضد الحكومة الروسية وضد مساعدة الروس للنظام السوري خاصة في التغطية الجوية الكسيفة والعنيفة وخاصة على أحياء حلب المحررة والتي دمر قسم كبير من أحيائها وقتل الكثير من المدنيين من النساء والأطفال خاصة أن القصف استهدف في الأوين الأخيرة جميع المراكز والمشافي الطبية مما يعني بقاء عشرات الآلاف ومئات الآلاف من السكان المدنيين بدون مراكز وخدمات طبية وإغاثية في ظل هذا القصف الهمجي والوحي الذي لم يسبق له مسير أعتقد أن هذا التشكل الرأي العام سوف يبدأ بالضغط والبارحة سمعنا بتصريح فرنسي وبريطاني موجه إلى الحكومة الروسية لرفع الحصار عن مدينة حلب أنا أعتقد أن مدينة حلب ليس كما يراد أن يصور سواء من قبل النظام أو من قبل روسيا هي مثل الحمص أو مثل دارية أو الزبداني مدينة حلب هي المدينة الثانية في سوريا وهي العاصمة الاقتصادية لسوريا وبها مئات الآلاف ولا يمكن أن يسكت الرأي العام الدولي حول ما يجري في حلب إذا طول الحصار وقطعت عنه المساعدات الإنسانية وبالتالي نحن في المرحلة وفي الأيام القادمة سوف نشهد تطورات متلاحقة ومتسارعة على كافة المستويات ليس فقط على الصعيد الإنساني وإنما على الصعيد السياسي وأيضا على الصعيد العسكري على كل ما سيحدث في الأيام القادمة سياسيا أو عسكريا دائما أنا أشكرك جزيلا من اسطنبول سامير نشار عضو الاتلاف الوطني السوري على هذه المشاركة